لأول مرة منذ عودة طرفي نزاع في أوكرانيا إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي يعلن الجيش الأوكراني مقتل أحد جنوده في اشتباكات مع انفصاليين موالين لروسيا شرقي البلاد واتهم الجيش الانفصاليين بتنفيذ ثلاث هجمات خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية عملية من شأنها أن تزيد من حدة الأزمة المتفاقمة وترفع من التوتر مع روسيا فكيف تتهم موسكو بدعم الانفصاليين عسكريا وماليا في منطقة دومباس أمر تنفيه روسيا الهجمات هذه تأتي بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حيث جدد بايدن تهديداته لروسيا بفرض عقوبات وزيادة انتشارها في أوروبا في حال أقدمت موسكو على مهاجمة أوكرانيا فالغرب يتهم روسيا بحشد عشرات الآلاف من جنودها وأسلحتها الثقيلة على الحدود مع أوكرانيا وتقول مصادر غربية أن الكريملين أعد خطة لغزو أوكرانيا في حين تصر روسيا على رفض أي مساع لانضمام كييف إلى حلف النيتو وترى توسع الحلف شرقا تهديدا لأمنها القومي ورغم التوافق الحاصل بين واشنطن وموسكو بضرورة حل الأزمة دبلوماسيا فإن عمليات من هذا النوع لا تهدد فقط العودة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يوليو 2020 بل تهدد أي تقارب بين الغرب وروسيا لحل الأزمة دبلوماسيا خاصة في وقت ينتظر فيه الجميع انطلاق المفاوضات بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا بعد أيام في جونيف